اشتركوا في القناة في المدارس المتفنية المتقدمة بتتدرس كمان في مدارس التعليم المهني او المزدوج ومدارس المحاولة اتكلمنا الفصل الدراسي الاول عن المادة بتاعتنا وقلنا ان المادة بتاعتنا مش مهمة بس على المجال الاكاديمي او التعليمي لكن مهمة برضو على المستوى الشخصي لانها تعرفني ايه هي المظاهر الجسمية الصحية لنا ايه هو الصحة الغذاء اللي انا المفروض بمشي عليها ايه هي الوجبات الغذائية والاكلات المهمة في حياتنا اللي هتقيني من الامراض وهتكسبني مناعة وهتزود من المناعة بتاعتي فبالتالي اقدر اقل نفسي من اي مرض ايه هي الاملاح المعدنية والفيتامينات والعناصر الغذائية اللي مهمة في حياة الانسان قبل ما ابدأ المنهج بتاعنا النهاردة فالنهاردة حلقتنا هتتكلم عن مقدمة عامة عن المنهج بتاعنا وهنتكلم عن نبذة مختصرة عن احد العناصر الغذائية ووظائفها داخل جسم الانسان قبل ما ابدأ المنهج بتاعنا هنبدأ النهاردة فيديو قصير عن الحلقة بتاعت اليوم بداية ايه هي العناصر الغذائية تعريف العناصر الغذائية او المواد الغذائية هي عبارة عن مواد بتقل جسم من الامراض وبتدي له النموه لي الخلايا وبتعود الجسم عن الانسجة التلفة سواء في حالة الكسور او في حالة الجروح وغيرها من الامراض اللي ممكن تصيب الانسان طب هل لها انواع؟ ايوة طبعا لها ستة انواع البورتينات اتنين الكربوهايدرات سواء بتنقسم الى كربوهايدرات بسيطة او كربوهايدرات معقدة تلاتة الفيتامينات سواء كان فيتامين الف او به المركب اربعة وهي الدهون سواء امثلتها الدهون المشبعة او الدهون غير المشبعة ستة خمسة الاملاح المعدنية زي الحديد والكاليسيوم والفسفور واليود واخيرا عنصر الماء هو عنصر حيوي في حياة الانسان البروتينات ايه البروتينات اللي هي جزيئات ضخمة تتركب من النيتروجين والكربون والاكسوجين والهايدروجين طيب ايه هي مكونتها اللي بتتكون من الامينوأسد اللي هي الاحماد الامينية والتي تنقسم الى احماد امينية اساسية واحماد امينية غير اساسية بعد كده مصادرها موجودة في اللحوم والاسماك والدواجن والالبان والبيت وما هي الكربوهايدرات? الكربوهايدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة داخل جسم الانسان بتنقسم الى كربوهايدرات معقدة وكربوهايدرات بسيطة ايه الفرق بين الاثنين؟ الكربوهايدرات البسيطة بتتكون من جزيئات بسيطة سهلة الهضم و التركيب زي ايه؟ اللي زي سكر الفكهة وزي سكر الحليب طيب وإيه هي الكربوهيدرات المعقدة اللي من أمثلاتها النشا والألياف ومما تتكون النشا إيه هي مكونات النشا اللي النشا بتتكون من عدد من الكبير من جزيئات السكريات البسيطة وهي والألياف موجودة في بعض الأطعمة زي الخبز زي البطاطس زي البطاطة وغيرها وما هي الفيتامينات قال للفيتامينات هي المواد الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان للنمو والوقاية من بعض الأمراض زي فيتامين A وفيتامين B المركب وما هي الدهون الدهون يطلق عليها اللوبيديات حيث أن كمية الطاقة المخزنة داخل الدهون ضعف الطاقة اللي بيستقبلها الجسم من الكربوهيدرات طيب بتنقسم إلى إيه قال لدهون مشبعة ودهون غير مشبعة إزاي أميز بين الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة قال للدهون المشبعة بتبقى صلبة في درجة حرارة الغرفة زي الموجودة فيه اللحوم وبعض النباتات طيب والغير مشبعة قال اللي بتبقى سائلة في درجة حرارة الغرفة زي الزيوت النباتية وبعض البزور طيب هل في حاجة تانية من العناصر أو الأملاح المعدنية اللي بتقل جسم من الأمراض أيوة عندي أملاح معدنية زي إيه الأملاح المعدنية زي الكاليسوم والفسفور اللي بيفيد في نمو العظام وتنشيط الجهاز العضلي والجهاز العصبي اتنين البوتاسيوم والسوديوم البوتاسيوم والسوديوم بيعملوا على حفظ اتزان المية داخل جسم الإنسان أما اليود فبيحافظ على الغدة الدرقية والحديد الذي يدخل في تركيب هيموجلوبين الدم في خلايا الدم الحمرة وبيقي من مرض الأنميا وما هي الماء أو أهميته وجعلنا من الماء كل شيء حي معنى كده أنه لي عديد من الوظائف كتلته داخل الجسم حوالي 60% هل لي أهمية؟ أيوة طبعا لي أهمية بيساعد في إزابة السموم المتجمعة داخل جسم الإنسان بيعمل إيه كمان؟ إزابة بعض الفيتامينات التي لا تزوب إلا في الماء بيعمل على ثبات درجة حرارة الجسم من الداخل وكده نبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو هنتكلم فيه أو خدنا إيه؟ خدنا العناصر الغذائية خدنا أنواع العناصر الغذائية اللي هي الكرباهيدرات، الدهون، الفيتامينات، الأملاح وعنصر الماء قبل ما ننتقل لي المنهج بتاعنا عايزين نعرف حاجة مهمة جدا من المنهج اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة وهي أن الباب بتاعنا أو العنصر بتاعنا أو محتويات المنهج بتتكون من سبع أبواب اتكلمنا فيه الترم الأول عن أربع أبواب أساسية في الباب الأول اتكلمنا يعني إيه صحة غذائية؟ يعني إيه مستويات الصحة؟ يعني إيه مجالات الصحة؟ وإيه هي العوامل اللي بتأثر في الفرد داخل المجتمع؟ انتقلنا بعد كده إلى الباب الثاني وتكلمنا فيه عن دور اللي بيلعبه الطعام في صحة الغذاء للإنسان وتكلمنا كمان عن العناصر الغذائية خدنا نبزة مختصرة جدا قلنا أن العناصر الغذائية بتتكون من الكربوهيدرات تتكون من الدهون واللي بتقال عليها عناصر توليد الطاقة اتكلمنا عن البروتين وقلنا أن البروتين ده هو عنصر النمو قلنا عندنا كمان اللي هي عمليات تنظيم العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان اللي بتقال عليها الفيتامينات والأملاح المعدنية اتكلمنا عن الألياف السيريروزية واتكلمنا عن الفلاورز أو السبيسيز اللي هي الإضافات والتوابل والمية بعد كده انتقلنا ليه الباب اللي بعد كده اتكلمنا فيه عن أهمية الغذاء في حياة الإنسان والعوامل اللي بيأثر فيها الطعام على الإنسان واتكلمنا تاني عن العناصر الغذائية بس قسمناها قلنا فيها ايه؟ قلنا ان العمليات أو العناصر الغذائية اللي بتتكون من الكربوهيدرات أو الدهون قسمنا الكربوهيدرات إلى سكريات ونشويات قلنا النشويات زي الأرس، زي المكارونة، زي الحاجة اللي فيها نشا، زي البطاطا، زي البطاطس وقسمنا السكريات إلى سكر الفكهة، سكر اللبن أو الحليب إلى السكر الأبيض، السكر البني، العسل، المربة وغيرها من السكريات اللي بنتناولها أما الدهون قلنا عندنا نعيم من الدهون، دهون نباتية ودهون حيوانية وقلنا الدهون النباتية من أصل حيواني، أما النباتية من أصل نباتي إزاي؟ قلنا اللي من أصل حيواني زي الإشطة والزبدة اللي بتبقى صلبة حتى في درجة حرارة الغرفة أما النباتية من أصل نباتي زي إيه؟ زي الزيوت اللي احنا عارفين عليها اللي هي زيت بذرة الكتان، زيت الدرة، زيت عباد الشمس وغيرها من الزيوت اللي احنا بنستخدمها سواء في القلي وغيره كمان موجودة في بعض البذور زي اللب وغيرها طيب بعد كده اتكلمنا عن عمليات تمزيم العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان اللي هي الفيتامينات والأملاح وخدنا من بعض الأملاح المعدنية الحديد والفسفور واليود والكاليسا والفيتامينات خدنا فيتامين ألف وفيتامين دال اتكلمنا بعد كده عن عنصر المياه وقلنا أنه عنصر مهم وحيوي في حادات الإنسان أما المنهج بتاعنا بتاع الترمي ده بيتكلم في ثلاث أبواب الباب الخامس اللي معانا بناخد فيه العناصر الغذائية بس بالتفصيل يعني إيه؟ يعني اللي أنا لسه إلي عليهم دلوقتي سواء كانت المواد الكربوهيدراتية أو الدهنية أو الفورتين أو الفيتامينات أو الأملاح هنتعرف على كل عنصر من العناصر دي تاني حاجة هناخد أهميته أو فايداته داخل جسم الإنسان تالت حاجة هنتعرف على المصادر بتاعة كل عنصر من العناصر والسعرات الحرارية اللي أنا هحتاجها في داخل جسمي في كل مرة أو في كل يوم وهتعرف على إزاي بيتم هضم وامتصاص كل عنصر وأخيراً هنتعرف على أعراض نقص المواد الغذائية دي بعد كده في الباب السادس هنتكلم عن أهمية تخطيط الوجبات الغذائية اتنين العوامل الواجب مراعطها عند تقديم الوجبة سواء كان فطار أو غدا أو عشا هنتكلم عن وسائل تخطيط الوجبات الغذائية سواء كانت المجموعة الغذائية الثلاثة أو الأربعة أو نموذج يعرف بنموذج الطبق أو المرشد الغذائي اليوم هناخد في الباب السابع دور الغذاء في الوقاية والعلاج يعني إزاي الغذاء أو الوجبات الغذائية اللي أنا باكلها تقيني من الأمراض إيه هي الوجبات دي اللي هتزود من مناعتي فتقيني من المرض وهي هي الأكلات أو الوجبات الغذائية اللي أنا لو أكلتها وأنا تعبان هتسرع من عملية الشفاء والعلاج بتاعي تاني حاجة المظاهر الجسمية للتغذية السليمة هندرسها إيه هي المظاهر الجسمية للتغذية السليمة إيه هي إزاي اللسان الأضافر الوجه الجسم في صفة عامة الأجهزة بتاعت الجسم إيه هي المظاهر اللي على أساسها بتقيني من الأمراض هنتكلم عن أهم القواعد الصحية اللي المفروض أدرسها عشان سلامة الجسم ازاي ايه هي القواعد دي ان انا احفظ الغذاء في التلاجة ابعده عن اي مواد سامة او مكروبات وغيرها من القواعد الصحية اللي هنتناولها بالشرح في الحلقات القادمة بازني هناخد سوء التغذية يعني ايه سوء التغذية ايه هي الوجبات اللي انا عملت منها نقص في قدة لسوء التغذية ايه العوامل اللي بتدل على سوء التغذية اللي هي مثلا هلاقي عندي انيميا هلاقي عندي هزلان هلاقي عندي خمول كل دي اعراض بتدل ان انا ما تغذيتش كويس هتكلم عن صحة الغذاء وطرق طهيه ان انا المفروض يبقى عندي في طرق الغذاء عندي اكتر من طريقة للطهي عندي تنوع وفرايتي في الاكلات اللي انا باكلها والوجبات الغذائية اللي انا بتناولها علشان ما حسش به الملأ هبدأ ادخل دلوقتي في بقدمها عامة للباب الخامس بتاعنا اللي هو بداية المنهج بتاعنا دي نهاردة قبل اي وجبة غذائية او قبل اي اكل انا بتناولها لازم اعرف القيمة الغذائية للوجبة دي يعني ايه القيمة الغذائية يعني ايه السعرات الحرارية اللي بتحتوي عليها كل وجبة من الوجبات الغذائية اللي انا هتناولها على مدار اليوم سواء كانت بتتكون من كاربايدرات او نشويات او دهون او بروتين لازم يبقى عندي تنوع في كل الوجبات دي لازم اعرف ايه هي الوجبة الغذائية اللازمة والمناسبة ليا سواء عن طريق سني يعني الجنين في بطن الام مش هيكل زي الجنين بعد ما يتولد ويبقى طفل يوم الولادة غير بعد ما يبقى عمره سنة غير بعد ما يبقى بالغ او مراهج او كبير في السن كبير التغذية للحوامل بتختلف عن التغذية لكبار السن ازاي؟ يعني الجنين في بطن الام بيبقى لسه عبارة عن نطفة بيبدأ يتغذى من خلال الاكل اللي الام بتاكله بعد ما بيتولد بيبدأ الام بيتغذية عن طريق لبن الرضاعة بعد ما بيوصل لي العام الاول بنبدأ ندخله بعض الاطعمة طفاحة اسلوها وهرسهله بطت صايا مسلوقة وغيرها من الاكلات الصحية المفروض ان الطفل يتناولها في العمر ده بعد ما الطفل يوصل لمرحلة البلوغ والمراهجة ابدأ ادخله الاكلات اللي فيها خضار كتير اللي فيها فيتامينات واملح معدنية عشان اقدر ابني جسمه بالشكل الصحيح بالنسبة للحوامل لازم ان انا افزيها بالطريقة الصحيحة اديها الاكلات اللي بتحتوي على عنصرية الكاليسيوم والحديد بالذات ليه؟ علشان وهي حامل بتفقد العنصرين دول لان الطفل او الجنين في بطن الام بيبدأ يتغذى على الحديد والكاليسيوم اللي موجود عند الام بعد كده بالنسبة للجنس طبعا الراجل في الاكل مش هيبقى زي الست اننا بنلاحظ كمان ان الرجالة او الاولاد بصفة عامة بيكلوا وجبات اكتر من البنات يعني لو البنت اكلت سندويتش واحد او وجبة واحدة هنلاقي ان الولاد على النقيد بياكل ثلاث وجبات على مدار اليوم او ثلاث سندويتشات يعني بياكل الضعف بتاع البنات بعد كده نوع العمل او المجهود اللي انا بقوم به ازاي؟ ما هو مش هلاقي ان ربة المنزل ما بتقومش بنفس المجهود اللي بيقوم به الطالب ما بيقومش بنفس المجهود بتاع المدارس او رجل المرور او عامل البناء كل واحد من دول وبيفزي المجهود بطريقة او باخرى المفروض ان هو بيتناول الوجبة الغذائية اللي بتتناسب مع المجهود بتاعه وبالكمية المنازمة ليه؟ قال عشان اضمن له صحة جيدة نموه سليم منذ مرحلة الولادة بتاعته حتى مرحلة البلوغ وكبر السن كمان الغذاء المفروض ان هو يكون شهي مفروض يبقى طعمه كويس مفروض يبقى سهل الهضمه خالي من اي مكروبات او مواد سامة ليه؟ لان هو لو في اي مواد سامة او مكروبات ده هيؤثر على اجهزة الجسم الداخلية هيسيب الانسان بالعديد من الامراض يبقى انا الاكل بتاعي المفروض ان هو يتحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للنواب بتاعتي اللي هتقين من الامراض اللي بيتناسب مع سني بيتناسب مع جنسي بيتناسب مع المجهود اللي انا بقوم به عشان ابقى شخص صحي جسديا وبدنيا وزهنيا وفي كامل مقومات الصحة المتعارف عليها كمان يجب ان انا اتناول الغذائي بتاعي بكميات المناسبة وتبقى الاصناف متنوعة ما بقاش باكل حاجة واحدة او صنف واحد بس لا ده انا المفروض يبقى فيه فرايتي في الاكل اللي انا باكله الفود اللي انا باكله لازم يبقى فيه اكتر من لون في طبق سلطة موجود فيه رز موجود فيه اي انواع من اللحوم او الدواجد موجود مثلا مشويات موجود اسماك اي وجبة لازم تحتوي على العناصر دي لازم عنصر المياه لازم بقى فيه كوب من الماء بجانب الوجبة الغذائية اللي انا باكلها لازم بقى موجود فيه سكريات او اي نوع من انواع الحلويات ليه عشان تكتمل القيمة الغذائية بتاعتي داخل جسم الانسان في الوجبة اللي انا بتناولها سواء كان فطار او غدا او عشب كمان عشان الانسان ما يصابش بالملل لان انا لو باكل وجبة معينة كل يوم احس ان انا ليه مش عايز اكل هو كل يوم بطاطس هو كل يوم سمك لا لازم فيه تنوع فيه الاكل او الوجبة اللي انا بتناولها كمان لازم اروعي حالة الجو طبعا الاكلات اللي بناكلها في الصيف غير الاكلات اللي انا باكلها في فصل الشتاء غير الصيف ليه لان في الشتاء الجو بيبقى كارس او بارد فالمفروض ان انا باكل الوجبات الدسمة اللي بتحتوي على الحاجات اللي بتفيد الجسم او بتدي الجسم بتاعي حرارة زي مثلا المحشي والعدس وغيرها من الاكلات الدسمة لكن فيه على العكس فيه خلال فصل الصيف بيبقى الجو حر يبقى انا المفروض بتناول الاكلات البردة الخفيفة اللي مش هتشعرني بالملل مش هتحسسني ان الاكلة تقيلة على معدتي او تصيب معدتي بالقلم يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن المقدمة العامة عن المنهج بتاعنا ان احنا السنة دي او في الترمدة هنتكلم عن العناصر الغذائية اللي مفيدة لجسم الانسان هنتكلم عن تخطيط الوجبات واهميتها وايه هي القواعد الصحية للغذاء وقلنا هنتكلم عن سوق التغذية والعوامل اللي بتدل عليها وعن طهي الطعام تعالوا بنا نبدأ اول حاجة معنا النهاردة وهي العناصر الغذائية اتكلمت في الفيديو اللي انا عرضته في بداية الحلقة عن نبزة مختصرة عن العناصر الغذائية وقلت اني ليها انواع او بتتقسم الى اكتر من نوع اللي هي ايه اللي هي المواد الكربوهايدراتية اللي بتنقسم الى السكريات والنشويات اما المواد الدهنية بتنقسم الى دهون نباتية ودهون حيوانية اللي اتنين دول معروفين بانهم عناصر توليد الطاقة الحرارية في جسم الانسان يعني هي اللي بتولد للطاقة عشان اقدر افزل المجهود بعد كده المواد البروتينية اللي بتقال عليها عنصر النمو اللي هتساعدني في نمو الانسجة بتاعتي وتعوضني عن ما يفقد منها او التالف منها زي ايه زي البروتين الحيواني والبروتين النباتي ايه والبروتين الحيواني من اسمه يعني لحوم يعني دواجن يعني اسماك يعني البان ومنتجاتها وغيرها طيب والنباتي اللي النباتي زي الزيوت زي البكوليات اللي موجودة زي الفول زي العطس زي الحاجات التانية اللي احنا بناكلها اللوبيا والفسولة وغيرها طيب الفيتامينات والاملاح المعدنية بيطلق عليها عناصر تمزيم العمليات الحيوية في جسم الانسان اللي بتاكل جسم من الامراض او بعض الامراض زي ايه الفيتامينات دي؟ خدنا الترم اللي فات فيتامين الف وفيتامين دال النهاردة او في الترم بتاعنا نتكلم عن فيتامين الف وفيتامين به المركب وفيتامين به 12 وفيتامين به 1 وفيتامين سي وفيتامين دال وغيرها من انواع الفيتامينات هنتكلم كمان عن الاملاح المعدنية بكل انواعها سواء كان الحديد او الكاليسيوم او اليود او الفوسفور وهنتكلم عن كل عنصر من العناصر دي ايه اهميته وفايدته واعراض نقصه داخل جسم الانسان ومصادره في النهاية عنصر المية قلنا ان المية من العناصر الحيوية داخل جسم الانسان والمهم جدا عشان 60% من كتل جسم الانسان بتحتوي على عنصر المية تعالوا بنا نبدأ اول حاجة معانا النهاردة في الباب الخامس اول عنصر معانا النهاردة وهو المواد الكربوهايدراتية ايه هي المواد الكربوهايدراتية يا سنتانيا المواد الكربوهايدراتية قال لي من المصادر المهمة للطاقة انا لسه قيلة دواتي اسمه عناصر توليد الطاقة الحرارية داخل جسم الانسان معنى كده انه بيولد للطاقة يبقى اما ايجا اقولك ماذا تعرف عن او ما المقصود عن بي المواد الكربوهايدراتية اتقول المواد الكربوهايدراتية هي مصدر مهم من مصادر الطاقة في تغذية الانسان كمان اهم عنصر من عناصر التغذية وارخصها يعني ارخص حاجة هي الكربوهايدرات طيب ايه هي كمان اللي بتشمل السكريات والنشويات وقلنا السكريات زي ايه قلنا زي السكر نفسه زي السكر البني زي العسل الابيض زي العسل الاسود زي المربة زي الحلويات زي سكر الفكهة زي سكر اللبن وغيرها من انواع السكريات طيب والنشويات زي الارز زي المقارونة زي البطاطا زي البطاطس زي الخبز نفسه وغيرها من انواع النشويات طيب قال لي كمان ان الكربوهايدرات بتنتشر بكسرة في المملكة النباتية بيصنعها النبات عن طريق ثاني أكسيد الكربون والمية والطاقة الشمسية زي ما هو باين قدامنا في الصورة عندنا أشعة الشمس وعندنا ثاني أكسيد الكربون وعندنا المية اللي بننوي بيها النبات أو الزرع بتتخزن على شكل غذاء بعد كده بتمتج لي الجلوكوز فبتنتق في شكل كربوهايدرون طيب هنا لو قال لي أذكر المصطلح العلمي لاتحاد الكربون مع الهايدروجين والأكسوجين إيه هو اللي اتحاد الكربون مع الهايدروجين والأكسوجين قال لي الكربوهايدرات يبقى أنا ممكن أجيب لك هنا ما هي الكربوهايدرات أو اذكر المصطلح العلمي للكربوهايدرات يبقى الكربوهايدرات سي يعني الكربون وهيدروجين يبقى كربوهايدرات مع عنصر الأكسوجين بعد كده بقال لي بتنقسم إلى حتى تلات حاجات ايه هما او بتوجد على شكل ايه قال لي تلات اشياء سكريات احدية اتنين سكريات سنائية تلاتة سكريات او عديدة التسكر يبقى كربوهيدرات احدية كربوهيدرات سنائية كربوهيدرات عديدة السكريات او عديدة التسكر ايه الفرق بين كل نوع من الانواع دي او كل مكون من المكونات دي السكريات الاحدية بنسمها يعني ايه احدية يعني حاجة واحدة بس يعني اتحات حاجة واحدة بس زي ايه زي الفاركتوز والجولوكوز نركز قوي في النقطة دي عشان بتجيلي في اكمل او في صحة او خطأ يبس سكرات الوحدية زي ايه زي الفاركتوز وزي الجولوكوز اللي دي ابسط صور من صور الكربوهيدرات اوحدية ملهاش تاني بتوجد فين اللي في سكر العنب وفي سكر الفكهة فكهة في فاركتوز على طول يبقى الفكهة هي اللي بتنتج منها الفاركتوز ما لقيت جولوكوز ده قال لي جولوكوز ده هو اللي بيمد الجسم بالطاقة لما نيجي نلاقي ان الشخص لو داخل يعمل اي عملية جراحية او نفسه عنده هبوط حد في الدورة الدموية او ضغط ويتي يقول له هاتله ايه هاتله جولوكوز وعلله محلوله الجولوكوز ليه بعمله محلوله الجولوكوز قال لي علشان امده بالطاقة فانشط الدورة الدموية تاني فالشخص ما يحسش بيه الاعياء او الخمول اللي كان حيسش به قال لي الناتج الاساسي في عملية هضم النشويات كمان هي الكربوهايدرات او الكربوهايدرات الاحدية قال لي كمان عشان كده هي موجودة في الدم تتأكسد في الجسم عشان تديني الطاقة جزء من الكربوهايدرات دي بيتخزن في الكبد والعضلات في صورة اسمها الجيلايكوجين يبقى انا عندي كده السكريات الاحدية زي ايه زي الفاركتوس وزي الجولوكوس موجود فين موجود في سكر العنب وفي سكر الفكهة اللي بيتخزن فين بيتخزن في الكبد والعضلات في صورة نقط في صورة جيلايكوجين ده بالنسبة لأول نوع معينا من السكريات الاحدية اتنين السكريات السنائية ايه السكريات السنائية دي اللي بتتكون من حكتين اتنين يعني حاجة سكريات احدية وسكريات احدية تانية كونتلي سكريات سنائية زي ايه قال لي زي تلات حاجات السكروز اللاكتوز الملتوز ايه هو السكروز اللي هو قصب السكر اللي احنا عارفينه طب اللاكتوز لم يبقى لبن سكر اللبن او سكر الحليب الملتوز اللي هو سكر الشعير يبقى السكريات السنائية بتتكون من اتحاد جزيين اتنين من السكريات الاحدية زي ايه السكروز واللاكتوز والملتوز اما السكريات الاحدية زي الفاركتوز والجولوكوز ثالث حاجة معنا وهي القربوهيدرات عديدة السكريات يعني ايه عديدة السكريات؟ يعني متكونة من عدة سكريات مش من واحدة او اثنين ثلاثة فاقصر ثلاثة مكونة من عدد كبير من السكريات الاحدية من اهم انواعها النشا والجيلايكوجين اللي انا لسه ايلة عليه اللي هو القربوهيدرات الاحدية اللي بتتخزن في الكبد والعضلات على شكل بتتخزن فين كمان؟ السلوك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة